بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين اللهم امين اليوم عزائي متابعة القناة سوف نسرت عليكم دلالات وتفسيرات رؤية الصبون في المنام سوف نتعرف على التفسيرات المختلفة والمتنوعة لرؤية الصبون في المنام والبدء معه ففي حال اذا ما رأى الشخص في منامه الصبون فان تلك الرؤية تكون من الرؤى الجيدة المحببة لان الصبون في منام الشخص هو دلالة واشارة على الخير الذي سوف يأتيه والرزق الكبير الذي ينتظره خاصة اذا كان الصبون في المنام منعش ذو رائحة طيبة اما في حال اذا ما رأى الشخص في منامه رغبة الصبون فان رغبة الصبون تكون دلالة واشارة على اشياء متعددة وهي قوة تحمل صاحب المنام وايضا قدرته على تحمل المسئولية واسراره على الوصول لاهدافه وايضا دلالة على الخير القريب الذي سوف يأتيه باذن الله والله اعلى واعلم واما في حالة اذا ما رأى الشخص في منامه وانه يقوم بالاختسال بالصبون فان تلك الرؤية تكون من الرؤى المحببة الجيدة لان تلك الرؤية بها اشارة ودلالة ان الشخص صاحب المنام سوف يستطيع التخلص من الهموم والمشكلات قريبا باذن الله والله اعلى واعلم اما في حال اذا ما رأى الشخص في منامه وانه يقوم باكل الصبون فان تلك الرؤية تكون من الرؤى غير محببة لانه اكل الصبون في المنام به دلالة وانزال لصاحب المنام انه يقوم بفعل خاطئ وعليه التوقف عن القيام بهذا الفعل حتى ينال رضا المولى عز بجل والله اعلى واعلم وقد يكون ايضا لرؤية اكل الصبون في المنام دلالة واشارة ان الشخص صاحب المنام يوجد اشخاص حقدين عليه يتمنون له الشر والله اعلى واعلم واما في حالة اذا ما رأى الشخص المريض في منامه انه يقوم باستخدام الصبون او رأى الصبون في منامه فان تلك الرؤية تكون من الرؤى المحببة لان تفسير والدلالة تلك الرؤية يشير ان الشخص المريض صاحب المنام سوف يشفيه الله عز وجل قريبا والله اعلى واعلم اما في حالة اذا ما رأى الشخص في منامه انه يقوم بالاختسال بالماء والصابون فان التفسير والدلالة تلك الرؤية يكون ايضا من التفسيرات المحمودة لان تلك الرؤية يكون بها دلالة واشارة ان الشخص صاحب المنام سوف يسمع اخبار سعيدة في الطريب العاجل وايضا من دلالة وتفسير تلك الرؤية ان الشخص صاحب المنام سوف يحدث في حياته العديد من التغيرات الايجابية التي سوف تسعده كثيرا والله اعلى واعلم. اما في حالة ازا ما رأى الشخص في منامه انه يكون بغسل وجهه بيء الصبون فان التفسير ودلالة تلك الرؤية يكون من التفسيرات المحمودة لان غسل الوجه بالصبون في المنام يكون دلالة واشارة ان الشخص صاحب الرؤية يتمتع بالعديد من الصفات الايجابية الجيدة التي تجعله محبوب بين الناس مثل صفاء القلب ونقاء الروح والقلب من المولى عز وجلب والله اعلى واعلم. والان سوف نسرد عليكم اهم دلالات وتفسيرات رؤية الصبون في منام السيدة المتزوجة. لرؤية الصبون في منام السيدة المتزوجة دلالات وتفسيرات متنوعة ومختلفة سوف نتعرف عليها الان والبدء معه. ففي حالة ازا مرات السيدة المتزوجة في منامها رغوة الصبون فان التفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ويدل ان تلك السيدة سوف تتمتع بفائدة كبيرة وسوف تعم عليها تلك الفائدة وسوف تكون تلك الفائدة هي اموال بازن الله والله اعلى واعلم. وايضا لرؤية رغوة الصبون دلالة وبشرة لتلك السيدة بالشفاء من الامراض ازا كانت تعاني من اي مشكلة صحية. اما في حالة ازا مرات السيدة في منامها انها تكون بالغسل وجهها بالصبون فان التفسير ودلالة تلك الرؤية يكون ايضا من التفسيرات المحمودة لان الغسل الوجه بالصبون يكون بشرة باستعادة والفرح والخير وسماع الاخبار السعيدة قريبا والله اعلى واعلم. اما في حالة ازا مرات السيدة المتزوجة في منامها انها تكون بالاختسال بالماء والصبون فان تلك الرؤية تكون ايضا من الرؤى المحمودة لان تلك الرؤية تشير وتدل ان تلك السيدة المتزوجة تتمتع بطهارة القلب وحسن الخلق والله اعلى واعلم. ولرؤية الصبون في منام السيدة المتزوجة دلالات متنوعة واهم تلك الدلالات هو ان تلك السيدة التي ترى في منامها الصبون هي سيدة تتمتع بالعديد من الصفات الجيدة الايجابية التي تجعل من حولها يحبونها ومن اهم تلك الصفات هي الاخلاق الطيبة والرفيعة وبهاء المنظر الذي تتمتع به تلك السيدة. وايضا من دلالات واشارات رؤية الصبون في منامها ان رؤية الصبون تكون دلالة واشارة وبشرة بالحياة الزوجية استعيدة التي تحييها تلك السيدة المتزوجة مع زوجها والله اعلى واعلى. هكذا نكون قد صردنا عليكم. اهم وابرز تفسيرات ودلالات رؤية الصبون في منام السيدة المتزوجة. اما الان فسوف نستطيع عليكم دلالات وتفسيرات رؤية الصبون في منام الفتاة العزباء والبيت امع. في حال ازا ما كانت الفتاة مخطوبة وبراءة الصبون في منامها فانت تلك الرؤية تكون بشرة بقرب موعد زواجها بازن الله. اما في حال ازا ما رأت الفتاة في منامها الصبون فهو يكون دلالة والسرعة على زباك تلك الفتاة او خطبتها. وسوف يكون من رجل صالح يهتمتع بالاخلاق الرفيعة الحميدة بازن الله والله اعلى واعلى. اما في حالة ازا ما رأت الفتاة العزباء في منامها الصبون وكانت صبون زرق احط طيبة منعشة فان تفسير ودلالة تلك الرؤية في زكا الحين يصير ويدل على التفوق والنجاح الذي سوف تحققه تلك الفتاة العزباء في دراستها او في حياتها العملية اي ان التفوق والنجاح سوف يكون ملازم لتلك الفتاة العزباء وسوف يكون نتيجة لصمرت جهدها والله عز وجل والله فاعلن. اما في حال ازا ما رأت الفتاة العزباء في منامها الصبون وكان الصبون سائل فان التفسير والدلالة تلك الرؤية في زكا الحين يشير ويدل ان تلك الفتاة العزباء تتلقى مساعدة تلك المساعدة تتلقاها من افراد اسرتها اي من الاب او الام او الاخ او الاخت وتلك المساعدة تتمسل في المساعدة المعنوية وايضا في المساعدة المادية اي بالاموال والاشياء التي تحتاجها تلك الفتاة العزباء. وفي الاجمال فان رؤية الصابون في منام الفتاة العزباء يكون بشرى واشارة الى الاشياء الجيدة الايجابية التي سوف تجعل حياة تلك الفتاة سعيدة بعيدا عن الهموم والمشكلات او الهموم والله اعلى واعلى. هكذا نكون قد صردنا عليكم اهم وابرز تفسيرات ودلالات رؤية الصابون في المنام. عسى ان نكون قد افدناكم ولو بالقليل. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اما في حالة ازا مرات الفتاة العزباء في منامها الصابون وكان الصابون صورة واحة طيبة ومنعشة فان التفسير ودلالة تلك الرؤية في زاكا الحين يصير ويدل على التفوق والنجاح الذي سوف تحققه تلك الفتاة العزباء في دراستها او في حياتها العملية اي ان التفوق النجاح سوف يكون ملازم لتلك الفتاة العزباء وسوف يكون نتيجة لصمرت جهدها والله عز وجل والله